محمد الباجي القائد السبسي يتقدم على منافسي محمد المنصف المرزوقي في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية. أعلنت الهيئة الولية المستقلة للانتخابات حصول السبسي رئيس حزب نداء تونس على نسبة تقارب 39.5% من مجموع الأصوات. فيما حصل المرزوقي الرئيس المنتهي ولايته على حوالي 33.5% ولم تصل نسبة أي من المرشحين الباقين لـ 8%. السيد محمد الباجي قائد السبسي تحصل على 1.289.384 صوت بما يقابل نسبة 39.46%. السيد محمد المنصف المرزوقي تحصل على 1.092.418 صوتاً بنسبة تعادل 33.43 صوت. أوضح رئيس الهيئة أن المرشحين لم يحققوا النتيجة التي تحسن فوز أي منهم في الجولة الأولى وهي 51%. وبذلك ستجرى جولة ثانية بين المرشحين الأول والثاني. كما ستعلق النتائج بمقر الهيئة انتظاراً للطعون ولتحديد موعد إجراء الجولة الثانية. ضع المرزوقي ما وصفها بالقوى الديمقراطية لدعمه في الجولة الثانية واعتبر نفسه مرشحة طبيعي حالياً. قرأ مراقبون تلك الدعوة على أنها موجهة بالأساس إلى الجبهة الشعبية التي حلت في المركز الثالث استعداداً لتشكيل تحالفات لقوض الجولة الثانية من الانتخابات. فيما قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية إن مجلس شور الحركة سيجتمع للنظر في مسألة مساندة مرشح في الجولة الثانية. وربما تعديل موقفه الأول الذي التزم فيه الحياد. الأمر الذي يراه البعض قد يزيد من فرص المرزوقي. لكن فرص السبسي البالغ من العمر 88 عاماً ليست بالقليلة خاصة مع ما ينص عليه قانون الانتخابات بفوز المرشح الأكبر سناً إذا تساوت النسبة في الجولة الثانية. محسوكت بي بي سي